بلغت قلوبهم الحناجر أهالي حي السلام في النجف يصرخون غضبا بعدما وصفوه بالسرقة الفريدة وغير المسبوقة لشارع كامل في حيهم يقولون للتغيير أنهم تفاجعوا بتحويل هذا الشارع على طوله إلى قطع أراض باعتها بلدية المحافظة بشكل مخالف لكل التصاميم دون سابق إنذار بالتصميم الأساس كان شارع بالتصميم ما للفاسدين أصبح بيوت شلون بليلة وضحاها أصبح بيوت ما أعرف هذا إذا تأخذ الكاميرا تلقي امتداد الشارع يوصل لهناك وهس إذا عليه وضعه إذا بنت هنا بيوت هذا ينسى خلص الفرع يغلق هذه المحاولة خلفي وهذا الرصيف هذا مستمر الرصيف وهذا التبليط الدولة خسرت حالية بالتصميم الأساسي لـ 1992 هذا شارع شلون قاعدوا الأهالي الصبح لقوا بيوت بس أردا فهم زين أكو رقابة النواب وين هم الوزارة وين ها من انطع بيوت المديرية بلدية النجف وزعتها بيوت حالة من الصدمة والذهول انطبعت في وجوه أهالي حي السلام بعد ضياع هذا الشارع في وقت يطالبون فيه مديرية البلدية بتوضيح كافية تحوله لقطع سكنية دون تصاميم مسبقة الأمر الذي عدوه مخالفة قانونية هذا الوضع اللي احنا بيه كله غير قانوني يعني أنا شندم بيه شن مشكلتي بأن أنا تجي حكومة فازة تحكمني وأقعد الصبح ألقي بيتي قبال الشارع يو ألقي فدمشروع من أجل مصالحهم الشخصية البلدية عبارة عن منظومة فاسدة ارتكبت أخطاء لمدة عشرين سنة من نهب وسرقة وتوزيع الأراضي الخضراء وغير الخضراء وجعلتها إلا استثمار إلهم من هناك على الجامعة وأطوب فهسس الدول الشارع هذا شندم بخطيئة بالبيت ما لذني بخطيئة شنفلش بيتها قمنا نفتر منها نطلع على الشارع بالدجاج هذا بحيث السلامة ويدعو ناشطونها في النجف هيئة النزاهة ووزارة البلديات إلى فتح ملف بيه قطع أراضي الدولة في بلديات المحافظة الذي قالوا أنه يشهد العديد من المخالفات والفساد المالي والإداري حتى وصل إلى بيع أحد الشوارع كاملا في النجف بين ليلة وضحاها تحول هذا الفرع إلى قطع سكنية ليكون في عداد المفقودين أو المسروقين كما يقول أهل الحي هنا دعينا لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر